رغبة الحكومة العرقية في كفية الفصائل عن استهداف القوات الأمريكية حماية لمصالح حيوية تجمع بغداد بواشنطن تدفعها إلى محاولة الاستعانة بإيران صاحبة السلطة الفعالية على تلك الفصائل التي تستخدمها كورقة ضغط على خصومها أمريكيين وحلفائها العرقيين على حد سواء وفي هذا الإطار جاءت زيارة رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إلى بغداد الزيارة التي جاءت بعد قصف أمريكي لجرف الصخر وبالتزامن مع قصف آخر في كاركوك هذا الأمر الذي ينذر بتحول العراق إلى ساحة حرب مفتوحة لتتحرك بغداد نحو طهران لتجنب حالة الإحراج التي أصبحت حكومة رئيس الوزراء العرقي محمد الشعاء السوداني تواجهها أزاء الولايات المتحدة إيران تستشعر مقدار حاجة السودان إلى التهديئة بعد تعرضه لضغوط أمريكية شديدة وأنها أوفدت باقري إلى بغداد لمحاولة تحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب مساومة إيران للعراق على ملف الفصائل لا تتوقف عند الجانب الأمري بل تتعده إلى أهداف اقتصادية ومالية وفي المقابل تستخدم الولايات المتحدة الملف الاقتصادي والمالي للضغط على حكومة السودان من أجل لجم الفصائل وذلك من خلال التلويح بالتشدد أزاء تطبيق العراق للعقوبات المفروضة على إيران وباتخاذ إجراءات صارمة لتقنين حركة الدولار ومنع تهريبه إلى الداخل الإيرانية عدم قدرة الحكومة العراقية إذن متابعين الكرام على ضبط حركة الفصائل جعل لزيارة باقري إلى بغداد في هذا الظرف أهمية استثنائية لدى السودان لكن مع أقدام واشنطن على قصف مقر الحجد في بابل وفي كركوك يضع تعهدات رئيس وزراء بالحفاظ على سيادة البلد وحماية الحجد بمهب الرياح ودخول مرحلة الخطر بشكل رسمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر